أولانا عادة يعني أول ما يجي رمضان بتطفع الزاكرة بعض الملامح فاكر رمضان في القرية كان عاملة زي أولا يعني ياريت بس يتحدثني شواء عن قريتك سريعا كده وملمح رمضاني منه هي يعني سيادتك قريتي زي قرية أي إنسان في مصر يعني هي طبيعة مصرية المصريين الحقيقة عندهم ألفة شديدة مع رمضان بيحتفلوا بيه بحيث أن تقول أن هذا شهر العائلة المصرية رمضان شهر العائلة المصرية حتى لو كناش من الجمع في مناسبات تانية لكن في رمضان بنجتمع جميعا على مائدة واحدة على صلاة واحدة على حديث واحد القرية فيها يمكن احتفال أكثر بشهر رمضان بالذات من حيث هذه المعارفة نعرفين بعض فكان في القديم الحقيقة وهذه عادات ربما لم تعد موجودة لكن كان فيه كم من الود فيما بين الجيران وبين الأقارب بحيث أن تخرج مثلا اللي عنده بيفيض على اللي مش عنده الست اللي عندها مثلا حليب وعندها سمنة بلدي بتجد توزيع على كافة الأقارب وكافة الجيران الموجودين في المنطقة بحيث أنت في نهاية الأمر بتلحظ بأن الكل سواء في هذا اليوم ذا كان سلوك يومي في رمضان الحياة طبعا تغيرت لكن الملمح أن التكافل والتعاون والبحث عن الناس ومعرفة أحوالهم والتدخيق ومحالة القرب ومحالة الوصال كل هذه معاني في الحقيقة نحن نحتاجها في شهر رمضان الآن ونحتاج أن ننبش على المحتاجين الذين لا يسألون في بعض الناس يأنف تحسبهم أغنياء من التعفف يعني يتحفف وما رضيش يسألك وأنا عايز كذا لا ذا بالذات أنا عايز نروح له نروح له نروح له وفي ظلمة الليل وبشكل كويس وبعيد عن الناس وفي ظلمة الليل يعني بما مش معناه بالليل يعني لكن أن نخفي الصدق مضبوط بحيث لا نجرح كبريا هذا الإنسان حتى ممكن نوصل للصدقة إليه عن طريق آخر مضبوط يعني بأي طريقة من الطرق أنا أريد أن نبحث عن هؤلاء الفقراء الذين لا يسألون الناس الحافن هؤلاء أولى بالعطاء في هذا الشهر الفضيل مولانا أي الأصوات تحب تسمعها في شهر رمضان؟ من أصوات همه طبعا ذكريات المصريين حتى لو سمعناه الآن هتجد ريحة رمضان حضرت عند سيادتك الشيخ محمد رفع الطبع الله 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 قبل آزان المغرب بيكون صوته الحقيقة هو صوت رمضاني فقراء مصر جميعا لهم طعم خاص شكرا للمشاهدة ذا pores أن تحب تطع câmpة